لو لم تكن هناك مسؤولية تتبع الحرية لكانت الحرية مجرد عبثية فالمسؤولية هي الوجه الآخر للحرية ولو لم تكن هناك مسؤولية لما تحضر إنسان ولا تطور شعب ولا نهضت أمة ولا قامت حضرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقتنا لهذا اليوم حلقة مهمة ومهمة للغاية وأهميتها تكم في كونها متعلقة بموضوع الحرية وملتصقة به بشكل كبير جدا لحيث لا يمكن أن نتحدث عن الحرية دون أن نتطرق لهذا الموضوع ويمكن القول أيضا أن هذا الموضوع ملاسق بشكل مباشر لموضوع الحرية حلقتنا لهذا اليوم سوف تكون بين الحرية والمسؤولية أو علاقة الحرية والمسؤولية في الحقيقة يقولون أنه لا يمكن أن نتحدث عن الحرية دون أن نتحدث عن المسؤولية لماذا؟ لأن الحرية كما يقول بعض الفلاسفة تقتضي وجود مسؤولية الحرية دائما تواجهها مسؤولية فهل هناك حرية دون أن تكون مسؤولية؟ هذا موضوع مهم ومهم جدا يعني لا يمكن أن نتحدث عن موضوع متعلق بالحرية دون أن نلتفت إلى هذه الزاوية المهمة والمهمة جدا هنا في هذه الحلقة سوف نتحدث عن موضوع المسؤولية بشيء من التفصيل لاعتبارات عديدة من أهمها أنه ونحن نتحدث عن الحرية في الحلقات القادمة بحول الله تعالى فإننا نستحب مفهوم المسؤولية بشكل كبير جدا بمعنى ذلك أنه إذا لم ندرك منذ البداية منذ انطلاقة سلسلتنا هذه إذا لم ندرك أهمية المسؤولية في متعلقتها بالحرية فمعنى ذلك أنه سوف نتحدث في سياق معزول سوف نتحدث عن الحرية دون أن ندرك ما الذي نقصده من هذا الموضوع فالحرية كما عرفنا في المرة الماضية ماذا قلنا؟ قلنا أن الحرية هي امتلاك القدرة على أو المحاولة امتلاك القدرة على الاختيار الأفضل مع ذلك أنه ما علقت المسؤولية بهذا الموضوع مش علقت المسؤولية بالحرية إذا كان الموضوع متعلق بامتلاك القدرة على البحث في الخيارات الخيارات هذه النقطة المفصلية في موضوع الحرية المسئولية هي التي تناقش هذه النقطة لماذا؟ لأنه عندما نحن نختار أي خيار من الخيارات يعني معنا ذلك أننا نلتفت إلى تابعات تلك الخيارات وهو ما نسميه نحن مسئولية لنفترض جدلا أننا انخرطنا في موضوع الخيارات هذه وبدأنا نختار بين الموضوع الأول والثاني والثالث بكل حرية وبكل أريحية معنا ذلك أن الإنسان ممكن أن يفني كل الوقت وكل عمر وكل حياته دون أن يدفع أي ثمن لماذا؟ لأن المسئولية هي التي تدلنا على أن هناك خيار إذا اخترناه فإننا يمكن أن ندفع ثمنا ممكن أن يكون غاليا ومعنا ذلك أنه ممكن أنه إذا اخترنا هذا دون الآخر ممكن أنه تكون لدينا ثواب أكثر بكثير من الآخر معنا ذلك أن المسئولية في لب الحرية هي موجودة هي داخل الحرية لا يمكن أن نقول أن الإنسان اتخذ قرار دون أن تكون هناك أي مسئولية هنا سوف نبحث عن موضوع غاية في الأهمية مهم جدا يعني في علاقته بالحرية وهذا المفهوم بالمناسبة تشير إليه الفلسفة الإسلامية بشكل كبير وهو أن نتحدث عن حق الإنسان في مسئوليته أنا نقصد بهذا المفهوم هو مفهوم قليلا جدا ما نلتفت لهذا الموضوع نحن في الغالب دائما نتحدث عن الإنسان وحقه في التعبير عن رأيه وحقه في الحرية وحقه في كذا لكن الفيلسوف الإسلامي العظيم علي عز بيغوفيتش يشير إلى كلمة رائعة ويشير إلى موضوع مهم جدا وهو حق الإنسان في أن يتحمل تبعات قراراته هذا حق لماذا؟ سوف نبحث في هذه الجزئية الفلسفية قليلا حتى نبين أهمية المسئولية وعلاقتها بالحرية الإنسان الذي لا يتحمل أي تبعات أو لا نحمله نحن أي تبعات معنى ذلك أننا نشير ولو بلغة صامتة نشير إلى هذا الإنسان ونقول أن هذا الإنسان هو أصلا دون أن يعني هو أقل من أن يفهم الخيارات التي اختارها معنى ذلك أنه منقوص الوعي معنى ذلك أنه ضعيف معنى ذلك أنه بين قوسين هو ليس إنسان مكتمل ولذلك نحن سوف نتغاضع سوف نفترض أنه لم يخطئ سوف نفترض أنه لم يخطر هذا الخيار وبالتالي نحن نتفضل عليه نحن نتكرم عليه وبعد ذلك لا نحمله أي مسئولية بينما الإنسان الذي يكون شجاعا وقويا والإنسان الحقيقي الإنسان المكتمل الحقيقي يكون حرا الذي يكون حرا يتحمل تبعات قرارته يتحمل تبعات خياراته التي اختارها وهذا مثل ما يقول بيغوفيتش من الإنسانية من الإنسانية أنه لا نحرم أي إنسان من حقه في تحمل مسئولية مقاله هذه النقطة مهمة ومهمة جدا وبيغوفيتش بالمناسبة يعني هو أخذها من روح الإسلام وروح الإسلام تشير إلى هذا الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الإنسان الذي هو أفضل مخلوقات الله سبحانه وتعالى الإنسان كرمه الله سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني آدم ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن الإنسان؟ قال في موضوع متعلق بالمسئولية ومتعلق بالحرية ومتعلق بكل هذه الأمور قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان هذه النقطة مهمة جدا إنه كان ظلما جهوله طبعا هذه النقطة مهمة ومهمة جدا ما هي هذه الأمانة؟ نحن نميل إلى أن هذه الأمانة تشير إلى الاختيار أن الإنسان لما خلقه الله سبحانه وتعالى خلقه بذلك الوعي خلقه بتلك القدرة على البحث بتلك القدرة على البحث في تلك الخيارات ومن ثم فالإنسان حمله الله سبحانه وتعالى هذه المسئولية الجبال والأرض والكون وكل تفاصيله بما في ذلك الملائكة هم أقل أقل من الإنسان من أن يتحملوا تلك المسئولية من مسئولية الإرادة من مسئولية البحث في هذه الخيارات ولذلك هم أقل الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان بهذا العقل كرمه بتلك القدرة على الاختيار كرمه بتلك الشجاعة في البحث في هذه الخيارات وهذا هو الفصل المهم في حرية الإنسان عند الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى أهد الإنسان هذه الحرية العظيمة سواء كفر أو آمن سواء اختار هذا الخيار أو ذلك الخيار فذا موضوع آخر لكن في نهاية المطاف الإنسان مكرم لأن قدرته على الاختيار أكبر من قدرة البقية البقية كلهم مسخرون بما في ذلك الملائكة الله سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة خلقهم لا يأسون الله لا يستطيعون لا يستطيعون أن يعسوا الله سبحانه وتعالى الله خلقهما كذا يعني يفعلون ما يؤمرون هذا المفهوم دقيق ومهم جدا في علاقتنا بتحمل مسؤولية ماذا نفهم منه هذا الموضوع لماذا أصلا نحن أشرنا إلى هذا الموضوع لماذا نريد أن نقول أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى المسلمين بما في ذلك الناس بقية الناس القدرة على الاختيار فعليهم هنا في هذه الدنيا أن يتحملوا تبعات قراراتهم المتعلقة بالدنيا وطبعا قرارات الإنسان كفرد يعني نتحدث عن الإنسان كفرد والإنسان كجماعة يعني الإنسان بشكل عام الإنسان كفرد يتحمل مسؤوليات قراراته في الآخرة ويأتينا يوم القيامة فردا الله سبحانه وتعالى يحاسب كل إنسان منفردا فيما يتعلق بأمور الآخرة لكن في أمور الدنيا هنا أيضا الله سبحانه وتعالى أجرى هذه الدنيا على الحقل أجرىها على المنطق أجرىها على الله سبحانه وتعالى أجرىها على ذلك المنطق السليم الذي يفهمه العقل الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وبالتالي الإنسان المسلم هنا أو غير المسلم إذا استطاع أن يفهم سنن الله سبحانه وتعالى في الكون وستطاع أن يبحث بشكل دقيق ومعمق في أسرار الله سبحانه وتعالى في هذا الكون فإن الثواب سيكون له هنا في الدنيا هنا يأخذ جزيلة ما قام به من عمل رائح وكذلك الإنسان هنا إذا سار عكس تيار خطط الله سبحانه وتعالى في الكون وانتظر الأسماء فقط الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ويقول أيضا في الآية الأخرى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا ما معنى هذا الموضوع؟ معناه أن المسلمين إذا أرادوا أن تكون لهم الدنيا هنا زاهية وإذا أرادوا أن ينجح هنا في الدنيا ويقيموا حضارة ونهضة أن يتحملوا مسؤوليات قراراتهم لا أن يلقوها على مجرد كونهم مسلمين الله سبحانه وتعالى أشار للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع منذ البداية ولذلك إذا اخترنا نحن خطة فاشلة في الاقتصاد أو في السياسة أو في غيرها علينا أن نتحمل المسؤولية لا أن نقول نحن مسلمون وإذا سننجح كيف تطورت البشرية؟ كيف نجحت البشرية؟ نجحت لأنها تحملت مسؤولية أخطائها تعلمت من أخطائها ولذلك المسؤولية تعلم الإنسان كيف يتطور كيف يبحث في الأخطاء كيف يبحث في الأثمان المدفوعة والخيارات التي اختارها وبذلك فقط يكون إنسانا حرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر